خاصة الإدماج في عالم لكي تجزئه. واش نحن اليوم في حاجة إلى إدماج في عالم لكي يقدر على السيادة على الحمائية على الباك شورينج نير شورينج ري شورينج. واش هذا هو المستقبل لدينا. واش هذا هو الأمال واش الدول كلها كدست الحدود ديالها. وحنا خلصنا نحلها الجواب نعم. نعم علاش. حيث هذه الحدود ستتفجه نحن. ستتفجه نحن. هذه التكتلات اللي كينا. هذه التكتلات اللي كينا في أوروبا. التكتلات الاقتصادية الكبرى ستسد على رأسها. وغا تخلي نحن. اللي كان تاجروا معهم ما لقاش ما لقاش معا من. كيفاش بدات هذه القصة. والقصة ديال العلم. بدات عنا دوال صيناعية. اللي كي يصنعوا معروفة بهذا الاسم دوال صيناعية. اللي ما لقاش صيناعية في نفسك. ولكن كانوا دوال صيناعية. اللي كي نجو بغا يحلوا أسواق. جاءوا عنا قالوا لنا. حلوا لنا الأسواق ديالكم. بغينا نبيع لكم المنتوجات ديالكم. باش تا. الناس ديالكم يستفدوا منا. مزيان. نحلينا الأسواق. وقلنا هذه مناسبة بالنسبة لنا تحنا. باش نقويوا القدرات ديالنا ونفتحوا أسواق أخرى. ونجيبوا استثمارات عنا. ونقويوا التنافسية ديالنا وتحنا إن شاء الله. نبيع لهم المنتجات ديالنا. نهار والذي نحن. نبيع لهم المنتجات ديالنا دول صعيدة. وبدأت الصين وبدأت الهيند وبدأت المغرب. بدأتها هو كي يبيع بعض المنتجات. وشتو آخر خبر في إيطاليا. ديال سيارة مغربية. ليجات بالريال إيطاليا واحد لفياة طوبولينو اللي بغا تخل. إيطاليا وسدو عليها. نهار بدينا تحنا. كنصنعوا. سبحان الله العظيم. وكنسفتوا. سلعا ديالنا لهذه البلدان قال لك. آه أحباس. هذا شيء ما بقى شخدام. هذا شيء ما بقى شخدام. خاصنا نعاود نبدلو. لي غاقل ديالنا. نعاود نسدو على رأسنا. نعاود نرجعوها السيناء على المشاتنا. شنو الدرس. لي خاصنا ناخدوه. من هاد تقلوبات. أن أولا القوي هو اللي كيقرر. وشنو الدرس الثاني. أننا ممكننا نعاود نغي على رأسنا. عليك يقولون الإنجليز. there is no free lunch. ممكننا نعاود نغي على رأسنا. وشنو الدرس الثالث. يجبنا نعمل أكثر. وأكثر. وأكثر. والدرس الرابع. يجبنا نستفيد مبيناتنا. ما نقوله في المغرب. لا نعطيه خيرنا لغيرنا. في الاستهلاك. في الإنتاج. في التنمية. وفي هذا الإطار. في هذا الإطار. جاء. هذا المشروع. للتكامل الاقتصادي. بين الدول الإفريقية. كقرة. وبين دول الموحيط الأطلس. نجينا. نجا سيدنا. قلنا نعطيه الأنبوب بين نيجيريا وأوروبا. ما هي المعلمة؟ اللي غايجي من الغاز اللي غايجي من نيجيريا لأوروبا هذا المبرير الممويل ولكن شنو كين الوسط. الوسط كين تلتاش البلدان اللي غايستفدوا من هاد الغاز باش يطوروا البنية التحتية ديالهم باش يولدوا الكهرباء وبالفوسفات ديال المغرب باش يديروا الاسميدة باش يقويوا الامن الغذائي دياله. هذا هو المشروع ديال التكامل اللي غايعطي المنفعة تنمية للبلدان وعندو تمويل ذاتي ديالو وبيزنس موديل اللي غاي مكنو باش يتمويل وباش يدار على أرض الواقع. نيك نجيو كنقولو غنديرو تكامل اقتصادي بين دول المحيط الاتلاسي. بفتل تجريبة تجريبة ديال البوابة على البحر الأبيض المتوسط ديال تنجيمات. اليوم عندنا تكامل اقتصادي. ادماج اقتصادي في المغرب مع الدول الأوروبية ديال ثمانية وخمسين في المئة. كان كي فوق ستين في المئة من كانت انجلترا دخلها في أوروبا ولكن اليوم ثمانية وخمسين في المئة وهذا ادماج اقتصادي ممكن له يتقارن مع الدول الأوروبية لداخل الاتحاد الأوروبي. هي وصلة سبعين ولكن كان بعض الدول عندها تبادلات لأقل من ستين في المئة داخل الاتحاد الأوروبي. هذا باش نقول لكم اليوم هذه البوابة من هذه المدينة ان شاء الله ديال ميناء ديال الداخل اللي غا تفتح الساحل وغا تفتح. بوابة على المحيط على العالم لكل الدول الإفريقية هي حدتها محرك ديالتنمية ديال القرى بحال طنجر المتوسطة كانت ولا زالت محرك ديالتنمية ديالولاد بحال ديالتنمية. واليوم البرنامج طموح للإدماج على المحيط الأطلسي والساحل دول الساحل للقرى غا يمكن باش تكون عندنا برنامج تكامل مو منهج. ليجلب الاستثمارات اللي عندها قدرات باش تقوي تنمية الاقتصادية تقوي تنمية الاجتماعية تقوي الادماء الاقتصادي ولكن عندها قدرة أيضا على جلب التمويلات والاعادة بالنسبة للمستمر اللي كيتسنها وهذا في حداته كي قوي نسبة النجاح لتنزيل هذه المشاريع. هذا هو الأهم حيث عندنا عداد ديال المشاريع عداد ديال التخمينات عداد ديال توصيات عداد. للمرات كنقول الله ما هذا منكر. حسنا نقوي وهذا شيء ما شيء معقول وهذا شيء ما شيء عادل العالم ما شيء عادل. هذا العدل اللي كنقلبوا عليه كننديو عليه كنا ننضلوا عليه ولكن هذا شيء تواحد ما غيرتك شيء. لا يوجد فريلانش. ها واحد ما غيرتك شيء عشا فاولا. حسنا مش نقلبوا عليها بالدينة. نملوا البرامج بالدينة. نقلبوا على التمويلات بالدينة. ننزلوها على أرض واقع بالدينة. وتكتبينها. وكتبين بأنها عندها القدرة للتمويل. كتبين بأنها عندها قدرة لكي ترجع لك الربح. هذا كيقول لي وكيبانوا الإخوان والأصدقاء والشركاء. وهذه هي القوة. هذه المبادرة الملكية التي تمشي دائما في اتجاه التنمية القرية. الازدهار القرية. التكامل القرية. التنمية البشرية القرية. ولكن في نفس الوقت القدرة على التمويل والتنزيل على أرض الواقع. وهذه المبادرة نموذج جدا. على سعيد بلد وقعات بلادنا. باستثمارات قوية في البنية التحتية. بتغير وإدماج كبير ما بين الجهات وما بين الأقاليين من المملكة. بطفرة اقتصادية وصناعية قوية. كنت تعرفوا بأن نقول في إفريقيا بأن. قصنا نتمنوا لمواريد جنة. وكنت تصدروا غير المادة الصلبة في المغرب. كتر من خمسة وتمانين في المئة. ديال قيمة صادرة ديال السلع. ديال السلع هي مواد مصنعة. كتر من خمسة وتمانين في المئة اليوم. وصلنا لكتر من سبعة وتلاتين مليار دولار ديال السادرات الصناعية. في المغرب الصناعات اللي ما كانوش موجودة هذه خمسة عام وعشرين عام ولو أول قطاع مصدر ومشغل. ديال البلد. هذا النموذج ممكن. دار على صعيد بلد. هذا البلد اللي كنا نقول عليه ما عنده بنية تحتية ما عنده كفاءات ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده وروجية. ديال السنف الدولي ديال تم دروس إلى آخره والنتائج المدرسية حنا في المراتب الأخيرة. وفي نفس الوقت. اليوم برهننا مليون كفاءة لكتشتغل في الصناعة. أنا عندنا أحسن مردودية بعد عدد ديال قطاعات. منها قطاعات صعبة. العالم. هذا الكفاءة النيس لما كيف يفهموا له مقارينش في البيمس وفي البيرس وما الخريم. نكتجيبهم وكتقار النجاعة ديالهم في المصانع وفي مكاتب للهندسة تلقاهم مملولين في العالم. سبحان الله على هذه تقا برمجة الرؤية القدرة على التنزيل على التمويل. هذه هي رؤية والطموح الملكي لإفريقيا كما برهن على قدرته لتنزيله في المغرب. وشكرا